بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيي تحية صادقة خالصة القائمين والقائمات على جمعية آلاء وعنوان المداخلة الطلاق والخلع رؤية شرعية وعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة ونقطتين وخاتمة تنصرف المقدمة إلى بيان خطورة ظاهرة الطلاق والخلع أو ظاهرة فك الرابط الزوجية بجميع الأسباب ففي هذه السنوات الأخيرة نلاحظ تطور هذه الظاهرة وانتشار ظاهرة فك الرابط الزوجية بشكل مذهل وحينما تحصل حالات الطلاق بالإرادة المنفردة أو الخلع أيضا بإرادة الزوجة أو بطلب من الزوجة بالنسبة للجزائر طبقا للمادة 54 من القانون رقم 84 أحداش المعدل والمتمم بالأمر 0502 وكذلك حالات التطليق أو ما يسمى بالتفريق القضاء بطلب من الزوجة والقاضي هو الذي يوقع الطلاق في حالات التطليق وقد وردت في القانون المشار إليه القانون رقم 84 أحداش المعدل والمتمم في المدة 53 وأسباب التطليق الواردة في هذه المدة مدة 53 عشر أسباب قبل التعديل كانت ستة أسباب ولكن صارت بعد التعديل في 2005 صارت عشرة أسباب وقد يقع الطلاق أيضا بتوافق الإرادتين ما يسمى الطلاق بالتراضي كل هذه الحالات حالات فكرة ربطة الزوجية أذهلتنا جميعا ظهرت هذه الظاهرة المخيفة هذه الظاهرة المذهلة التي أدت إلى تشرد الأولاد وأدت تشرد الأولاد إلى دخول الكثير في عالم الجريمة بمختلف ألوانها وأشكالها كما أدى تفكك الأسرة أيضا إلى قطع العلاقات بين الأسر وإلى اهتزاز منظومة القيم في المجتمع وإلى تفكك المجتمع لأن المجتمع يتشكل من مجموع الأسر فإذا كانت الأسرة قوية متماسكة يكون المجتمع قوي متماسكا وإذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة مفككة كان المجتمع كذلك النقطة الأولى أولا عوامل فك الرابطة الزوجية أو عوامل الطلاق أو الخلع فعوامل فك الرابطة الزوجية كثيرة منها ألف العامل الأول هو عدم التأهيل الأسري بمعنى أن الزوجين لم يتأهل لتكوين أو لتأسيس أسر مستقرة فإذا لم يتأهل الزوجان أو إذا لم يتأهل أحدهما هذا عامل من عوامل الدمار عامل من عوامل فك الرابطة الزوجية فالأسرة لا تثبت أمام الهزات التي ستواجهها في مستقبل الأيام والعامل الثاني با هو العامل الاجتماعي حينما نقول عامل الاجتماعي يعني مثلا السكن مع أهل الزوج السكن مع العائلة الكبيرة هذا ربما من الأسباب طبعا كل حالة لها أسبابها أو لها سبب الخلاف الذي يؤدي إلى الطلاق أو إلى الخلع العامل الاجتماعي ربما أيضا عدم وجود سكن يعني منفرد والسكن مع العائلة وغيرها من الأسباب هناك جيم العامل النفسي السيكولوجي الكثير من حالات الطلاق أو الخلع أو التطلق سببها يعني عوامل نفسية سيكولوجية بعض العقد التي يعاني منها الزوجان أو أحد الزوجين هذا يؤدي إلى فك الرابطة الزوجة لأتفه الأسباب والكثير من حالات الطلاق أو الخلع يعني سببها سيكولوجي نفسي عقدة نفسية معينة أدت في النهاية إلى تفكك الأسرة وإلى وقوع الطلاق أو إلى وقوع الخلع هذا عامل مهم وهو العامل السيكولوجي النفسي دال العامل الاقتصادي أحيانا الاستقلال المالي الاقتصادي قد يكون سببا للفراق أو لفك الرابطة الزوجية فإذا كانت المرأة طبعا لا أعمم الحكم عاملة مستقلة اقتصاديا ماليا فلا تحتاج إلى الزوج يعني ربما تفكر هكذا فيقع ما يقع فتستقل ماليا واقتصاديا وقد يكون ذلك سببا منه أو منها قد يكون هذا السبب العامل الاقتصادي من قبل الزوج أو من قبل الزوجة قد يؤدي ذلك إلى فك الرابطة الزوجية طبعا أذكر هذه الأسبب هكذا باختصار بلا تفصيل وقد يكون العامل الاقتصادي عامل مقوي للأسرة فيتعاون الزوجان على مواجهة هموم الدنيا ومشكلات الأسرة واحتياجات الأسرة ويا ما وجدنا الكثير من الزوجة يعني كثير من الأزواج والزوجات يعني يتعاونون جدا الزوج يعمل والزوجة تعمل وما شاء الله حياة سعيدة مستقرة اتفقا على طريقة التسيير المالي في الأسرة وحصل التوافق بينهما بشكل جميل وهناك العاملها وهو ضعف أو سوء تطبيق النصوص الشرعية سوء تطبيق النصوص الشرعية مثلا على سبيل المثال أو على سبيل الحصر يعني مثلا حق يعني القوامة واجب القوامة الرجل قوام ربنا قال في القرآن الرجال قوامون على النساء هناك من يستخدم هذه الآية يعني بطريقة للأسف يعني لا توفق مقتضى الشريعة لا توفق الكتاب ولا توفق السنة فيستخدم القوامة بطريقة استبدادية بطريقة ظالمة يفهم القوامة على أنها استبداد على أنها قر على أن تعس في استعمال السلطة على أنه ينفرد بتسيير شؤون الأسرة بمفرده فالقوامة بهذه الطريقة تؤدي إلى إلى دمار الأسرة وكذلك حق التأديب الرجل يؤدب زوجته إذا خلفت يعني مقتضى الشريعة وإذا تملصت من واجباتها ولكن التأديب في الشريعة الإسلامية لا مثيل له في الدنيا ليس هناك ولا شريعة تضبط هذه المسألة كما تضبطها الشريعة الإسلامية فهولاك من يستخدمه يعني يسيء فهم النص الشرع الذي ينص على حق التأديب بطريقة عدوانية فيضرب زوجته ويعتدي عليها وهكذا وقد يحصل عدوان أيضا من بعض الزوجات فلا نعمل فالحالات كثيرة لا نخصيها عددا لأن حالات الطلاق وحالات الخلع وحالات التطليق يعني تعد بالألاف بالمناسبة هذه الإحصاءات المخيفة يعني ليست في الجزائر فقط ولكن هي فيها على مستوى العالم الإسلامي بل على مستوى الأسرة البشرية قاطبة إذن فعوامل الطلاق كثيرة ثانيا نقطة الأخيرة يعني أحدثكم قليلا عن الرؤية الشرعية الرؤية الشرعية فيها ألف وباء ألف التدابير الوقائية باء التدابير أو الإجراءات العلاجية الشريعة الإسلامية حل لمشكلة لكل مشكلة بل ربنا قال في صورة الجاثية في الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فالشريعة هي التي تأخذ بأيدينا إلى شاطئ البر والأمان ألف التدابير الوقائية كثيرة منها الجانب التأهيلي تأهيل الزوجين ليكون في مستوى تأسيس أسرة مستقرة كفيلة بتحقيق مقاصدها الطربوية بتحقيق مقاصدها التعليمية بتحقيق مقاصدها الاجتماعية بتحقيق مقاصدها الاقتصادية بل بتحقيق مقاصدها الحضارية إذن هذا التدبير الوقائي الأول التدبير الوقائي الثاني هو مراعاة منظومة الواجبات والحقوق فالشريعة الإسلامية قررت واجبات للزوج فهي حقوق للزوجة وواجبات للزوجة على الزوجة هي حقوق للزوج واجبات الوالدين هي حقوق الأولاد وهكذا يعني حينما نتحدث عن الأسرة لا نتحدث عن العلاقة بين الزوجين فقط العلاقة ككل يعني العلاقة بين جميع أفراد الأسرة والمفهوم الذي تتبنه الشريعة ويتبنه المجتمع المسلم عموما المجتمع جزائري خصوصا ومفهوم الأسرة الممتدة لا الأسرة النوات فمراعاة هذه المنظومة يعني نبينا صلى الله عليه ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم في صورة النساء في الآية 21 وأخذنا منكم ميثاقا غاليظا ربنا يقول هكذا عقد الزواج هو ميثاق غاليظ إذا أدرك الزوجان بأن عقد الزواج هو ميثاق غاليظ وصفه ربنا بهذا الوصف فالجميع يحرصوا على رعاية هذا الميثاق الغاليظ صورة النساء لا يوحد عشرين وأخذنا منكم ميثاقا غاليظا صورة الروم لا يوحد عشرين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون فإذا حضرت المودة والرحمة فلا يمكن لهذه الأسرة أن تنفك على وجه الإطلاق ولو واجهتها أعواصف وزلازل وهزات ستثبت ثبات الجبال الرواسي أمام كل هذه الهزات والزلازل إذن ربنا عز وجل وضع طريقة سليمة لحياة مستقرة بين الزوجين خصوصا وبين أفراد الأسرة عموما وفي التدابير الوقائي أيضا لا بد أن يصبر الزوج على زوجته هذا تدبير وقائي والزوجة تصبر أيضا على بعض هفوات زوجها فالصبر الجميل هو تدبير وقائي جميل وفعال وفي الوقت نفسه هو أيضا تدبير علاجي لكل ما يقع من هموم أو من مشكلات بين الزوجين بعض تدابير علاجية أو إجراءات علاجية كثير منها الصبر نبدأ بالصبر ختمنا به تدابير وقائي ونبدأ به التدابير العلاجي الصبر الجميل هو الذي يجعل الأسرة تتجاوز العقبات وتذلل الصعوبات وتخرج بإذن الله تعالى من كل محنة إلى حياة مستقرة هنية وتدبير الثاني هو الحوار بين الزوجين فإذا حصل الحوار تحقق العمار وإذا غاب الحوار بين الزوجين وقع الدمار حوار يساوي عمار غياب الحوار يؤدي إلى الدمار وكذلك أيضا في التدابير العلاجي التحكم العائلي التحكم العائلي وهو المشار إليه في صورة النساء الى 35 ربنا يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وكذلك نجد أيضا يعني حلا آخر يتمثل في الصلح ربنا عز وجل في صورة النساء يقول في الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالذي يحكم شرع الله سيجد حلولا لكل مشكلاته مهما تعقدت لا على مستوى الأسرة فقط بل على مستوى الأسرة والمجتمع في جميع مجالات الحياة وخاتمة القول تتمثل في ضرورة تمثل مبدأ التعاون بين الزوجين والتعاون بين أسرتين الزوجين والتعاون بين جميع أفراد الأسرة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي خرجه الإمام ابن ماجع رقم الحديث 1977 خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رقم الحديث 3644 واستوصوا بالنساء خيرا إذا طبقنا توجيهات القرآن الكريم والتزمنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق أسرة مستقرة كفيلة بتحقيق مقاصدها أسأل الله لكم جميعا التوفيق والنجاح في الدارين في دار الدنيا وفي دار القرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر